المصنف بما بدأ في المسند إليه فبدأ بالحذف وهنا عبر بالترق قال أما تركه تركه هناك الحذف لأن الأصل كأنه كأن الأصل ألا يحذف هنا الحذف أخف قال أما تركه فلما مر في المسند إليه وشرحنا هذا ومثل له فإني وقيار بها لغريب وكذلك بقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وكذلك كقولك زيد منطلق وعمر وخريت فإذا زيد وكذلك إن محلا وإن مرتحلا إن لنا في الدنيا ولنا عنها طيب ثم قال بعد ذلك هنا كنا قد وقفنا قال وقوله أي وكقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق هنا أيضا حذف المسند في هذه الآية ماذا يقول النحويون في هذا يقولون إن أصل الكلام قل لو تملكون أنتم تملكون الآية قل لو أنتم تملكون لكن هنا لو يأتي بعدها فعل مضارع لو حرف شرق في مضين ويقل إلاؤه مستقبلا يأتي بعدها فعل فالتقدير لو تملكون أنتم تملكون خزائن رحمة ربي فهذا الفعل هو مسند أنتم مسند إليه حذف المسند طبعا البلاغي بعد ذلك يبحث لماذا حذف هذا الفعل حذف مثلا قد يكون من أغراض هذا الحذف وبين ذلك الزمخشري لمن أراد أن يرجع إلى هذا لأننا لا أدري ماذا قال الزمخشري بالضبط يعني في هذا لكن مر لي بي توجيه له لكن من النكت في هذا أنه لو جاء بالمسند هنا تملكون لا محتاج إلى التوكيد في تملكون أو لو كان التوكيد ها هنا غير موجود في تملكون الفعل الثاني فكون الفعل يكون مكررا بهذه الصورة لا شك أن المعنى يكون آكد فلما حذف المسند هو موجود لكنه كامل يعني في شيء يكون موجودا بالقوة وهناك شيء يكون موجودا بالفعل وشيء موجود بالفعل وبالقوة هذا موجود لكنه بالقوة والذي هو موجود بالفعل تملكون الثاني وهكذا وكذلك قوله تعالى قوله هذا كلام مستأنف لأن فيه وجهين لأن فيه كم؟ وجهين وهو قوله تعالى فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل ها هنا احتمالا هناك احتمال أن يكون المحذوف هو المسند إليه واحتمال أن يكون المحذوف هو المسند ولكل تقدير ولهذا ماذا قال المصنف؟ قال يحتمل الأمرين قوله تعالى فصبر جميل يحتمل الأمرين أي أجمل أو فأمري طيب إذا قلنا التقدير فصبر جميل أجمل فالمحذوف هو المسند وإذا قلنا فأمري صبر جميل المحذوف هو المسند إليه ولا يكون شاهدا الشاهد هو فصبر جميل أجمل على هذا المعنى أن المحذوف هو المسند طيب وهذا موجود في كثير من الأمثلة يحتمل أحيانا أن يكون المحذوف هو المسند وأحيانا هو المسند إليه إذن هذا معنى قوله وقوله أي سبحانه وتعالى فصبر جميل يحتمل الأمرين أي أجمل يحتمل أن يكون المحذوف هو المسند فيكون التقدير فصبر جميل أجمل ويحتمل أن يكون المحذوف هو المسند إليه فيكون التقدير فأمري صبر جميل أمري مبتدأ صبر هذا خبر جميل نعت له ثم قال بعد ذلك وَلَابُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ القرينة ما هي القرينة الزوجة نعم لكن أيضا اللفظة نفسرها على حسب ما يناسبها طبعا القرينة هي علامة دالة دالة على معنى الشيء أو ترجيحه وقد تكون لفظية وقد تكون معنوية هنا يقول وَلَابُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ قرينةٍ دالة هذه القرينة تكون مصاحبة للجملة أو اللفظة في سياقها كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق أو مقدر طيب هذه قرينة كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق طيب نحو وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ يعني لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ اللَّهِ طيب طبعا هذا التقدير القرينة التي تدل على أن المحذوف ها هنا هو المسند السياق القرينة السابقة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أي خلقهن الله لكن لو كان التقدير ليقولن الله خلقهن طيب كذلك المحذوف هو المسند سواء تقدم أو تأخر يعني سواء كان خبراً أم كان فعلاً كل ذلك حسن أو مقدر هذا بالنسبة ليش هذا لما كان محققاً لأنه موجود وظاهر هنا القرينة موجودة التي هي خلق في هذه الآية طيب أو مقدر هناك الكلام هنا عن السؤال السؤال قد يكون محققاً يعني موجوداً ظاهراً واضحاً تابتاً مثاله قال أو مقدر نحو قول الشاعر ليبكى يزيد بارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح هذا بيت مشهور ويعايا به أحياناً لأن فيه عراباً خفية ليبكى يزيد ضارع لخصومة اللام ها هنا لام الأمر يبكى هذا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ويزيد ها هنا نائب فاعل هو الذي يبكى عليه وضارع هو الذي يبكي هذا معنى البيت أصلا الكلام ليبكى ضارع يزيد لخصومة جيد هنا يقول هنا فيه سؤال السؤال هل هو موجود هل هو محقق لا هو السؤال موجود لكنه مقدر هنا سؤال مقدر كأن الكلام ليبكى يزيد من يبكيه ليبكى يزيد يبكيه ضارع الفعل ها هنا الذي هو المسند محذوف وعرفناه طبعا من سياقه ليبكى يزيد ضارع لخصومة وهذا فيه ميزة ليست موجودة فيما لو ذكر الفاعل في هذا ليبكى يزيد ضارع ضارع هذا اسم الرجل بعد ذلك قال وفضله على خلافه بتكرر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا هذا تعليل لما سبق نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم وإلى اللقاء بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر